متابعي قناة حلب اليوم على منصات التواصلة الاجتماعية مرحبا بكم دخول أول جهاز لعلاج الأورم السرطانية بالأشعة إلى المناطق المحررة وصل الجهاز إلى داخل الأراضي المحررة عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى داخل مدينة عفرين سيتم وضع الجهاز في الخدمة مطلع العام المقبل هذا الجهاز ضروري جدا لعلاج مرضى السرطان كثير من أمراض السرطان وكثير من مرضى السرطان يتطلبون علاج بالأشعة كانوا يضطرون لسفر إلى داخل الأراضي التركية لتلقي العلاج الآن هذا الجهاز سيخفف من معاناة مرضى السرطان كذلك يخفف من معاناتهم للسفر إلى خارج الأراضي السورية انطلاق معرض أسواق إدلب بدورته الثانية في مدينة إدلب يضم المعرض مشاركات من عشرات الشركات التجارية والمصانع يعرضون فيها بضاياهم وهي فرصة للتسويق والدعاية والإعلان لكافة الشركات خلال هذا المعرض نشهد التحضير لمسابقات وفعاليات تجارية واقتصادية أيضا يوجد تخفيضات لترغيب السكان المنطقة بالمشاركة في المعرض كذلك نشهد إقبال جيد على المعرض من قبل سكان المدينة والمدن المجاورة ورياف إدلب المعرض مستمر لمدة أسبوعين تم إيقافه بشكل مؤقت هذا اليوم بمدينة إدلب بسبب الأوضاع الأمنية المعلمون في إدلب يحتجون مع بداية العام الدراسي الجديد احتجاجات شهدناها في عدة مناطق في مدينة إدلب وفي أريافها الشمالية والجنوبية والغربية كذلك في المخيمات احتجاجات المعلمين كانت على الوضع المتردي للرواتب طالب المعلمون بتحسين وضع الرواتب ورفعها لتكون متناسبة مع بقية الموظفين في المؤسسات الحكومية وفي المنظمات الإنسانية رواتب المعلمين الآن في إدلب تتراوح بين 50 دولار إلى 160 دولار أمريكي بحسب المنظمة والمؤسسة التي يعملون بها كذلك في المدارس الحكومية هذه حاطتي لليوم دمتم بخير